هنا يبحث هؤلاء عن سلع غذائية بأسعار مخفضة في واحد من بين عشرات المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة التي تنتشر في شتى أنحاء مصر لبيع السلع الغذائية بأسعار تقل بحسب الحكومة المصرية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% مقارنة بالمنافذ التجارية الأخرى يبحث هؤلاء عن تكلفة أقل لفطورة الطعام والشراب بعد أن أنهكت الزيادات القياسية لأسعار كل السلع موازنة الأسرة بل وأثقلتها بأعباء إضافية تفوق قدرة الكثيرين في مصر قطاع الخاص بره معلوش ركابة لأنه هو بيشتري كل واحد فيه بأسعار متفوتة فبيحط هامش ربحه زي ما هو عايز ولذلك تمال يتلاقي فيه وفر وفيه قلة في الأسعار من 20 إلى 30% عن السوق الخارج بتيجي ليه لأنه أنا بقلل حلقة الوصل بيني وبين التاج أنا جاءت للجامعات الحكومية اللي هي زي كده دي أرحم بكتير وقللت الكمية بقى مش مزهل أول لا صحيح أن زيادة الأسعار طالت كافة السلع في مصر إلا أن الأيام الأخيرة شهدت صعودا غير مسبوق لأسعار اللحوم بأنواعها المختلفة سيما اللحوم الحمراء والدواجن والتي قفزت أسعارها بأكثر من 25% على وقع أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها الفراخ البيضة بـ 75 جنيه و بـ 72 جنيه فيه ناس بتأكل رجول إحنا عمرنا أنا بـ 60 سنة عمرنا ما تشوف ناك إن رجوله مغزة للحيوانات ما فيهش رقابة فاني أنا كنت بجيب حاجة الشهر مثلاً 2 كيلو 3 كيلو في الشهر مع الثلاث فرخات دلوقتي الحمد لله مجيش قريبها كيلو ومسح الصمت لا اللحمة برضو أسعارها متفاوضة يعني فيه واحد بميع بـ 200، 220، 260 آه يعني برضو هنا احنا بنطلب الرقابة بالنسبة للزيت وبالنسبة للفراخ وبالنسبة للحمة كل حاجة كل حاجة غالية مواطن اللي هو المحدود يعني اللي هو متوسط الحال يعني ما كانش بيجيب الفراخ دي فيه ناس كانت ما كانش بيجيبها كترفوا منها الوقتي مش طييلانها ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع يتوقع الكثيرون أن تواصل معدلات التضخم الارتفاع خلال الأشهر القادمة بعد أن سجلت أعلى مستوى في خمس سنوات متجاوزة 21% بنهاية شهر نوفمبر الماضي ألاء سند سي ام بي سي عربية القاهرة اشتركوا في القناة